بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا بكم في الفيديو ده نسترد عليكم إضافة مهمة جدا لمتصفحات الويب عندك تقريبا بتعمل على كل المتصفحات هتغير شكل وجهة المتصفح عندك أو الصفحة الرئيسية لمتصفحة لشكل أفضل وأكثر تفاعلية وطبعا بإمكانك تخصصها وإضافة رابط لمواقعك وغيره الكثير شكل أو وجهة جديدة أقرب بنسبة كبيرة جدا إلى شكل أو وجهة جوجل بيكسل الجديدة لبدء استخدام هذه الإضافة أو تطبيقها عندك على الوجهة الرئيسية لمتصفحات من مربع البحث فقط هتكتب اسم الإضافة بنفس هذا الشكل بماتيريال يو نيو تاب هتضغط عليها بعد ذلك هنا هتفتح نتيجة البحث المتعلقة بمتجر أو بكروم ويب ستور هتضغط عليها بعد ذلك هوجهك بشكل مباشر إلى الصفحة الرئيسية للإضافة فهتضغط هنا على الإضافة إلى كروم بعد ذلك add extension وبكده يكون قد تم تثبيت الإضافة معك لو أنك رجعت إلى الصفحة الرئيسية هتلاقي زي ما أنكم شايفين أن تم تثبيت الإضافة طبعا لو أنك عايز تتراجع بتضغط على هذا الخيار أو بتتجاهل وبتسيب أو بتثبت الوجهة الجديدة عندك بهذا الشكل طبعا بتقدر أنك تخصص أو تعدل على هذه الوجهة تغير الألوان تعدل الزعة تضيف نص مميز مثلا عندك على الوجهة الرئيسية للصفحة الرئيسية عندك بما في ذلك إضافة مواقعك المفضلة لو أنك ضغط هنا على هذه الأيكون الخاصة بالتخصيص فهتقدر أنك تضيف short cut لو أنك فعلت هذا الخيار هتلاقي فيه عندك short cut للمواقع الشهيرة المعروفة طبعا تقدر تعدل عليها أو تغيرها مثلا يوتيوب جيميل تويتر الواتساب وغيره من هذه الأمور لو عايز تعدل عليها مثلا بحيث أنها تفتح موقع معين أو صفحة معينة فبترجع إلى هذا الخيار بعد ذلك edit short cut بتضغط عليها بعد ذلك مثلا عايز تغير موقع اليوتيوب ده بتضغط عليه بعد ذلك بتغير الاسم بعد ذلك بتبتدي أنك تجيب الرابط الخاص بالموقع وبتبتدي أنك تضيفه هنا بعد ذلك بيكون فيه عندك هذا الخيار للأيكونات التكيفية لو محتاج أنك يكون فيه عندك أيكونات تكيفية فبتفعل هذا الخيار أيضا لو عايز تضيف أيكونا للإشارات المرجعية البوك مركز بتفعل هذا الخيار بعد ذلك طبعا بتديله سماح اللاو وبتكون عندك هنا أيكونا للإشارات المرجعية الصفحات اللي أنك مسبتها أو صفحاتك المفضلة بعد ذلك بيكون فيه عندك أيضا هذه الأيكونا شريط أدوات الأي آي لو انك فعلته فهتلاقي ان تم اضافة عندك هنا اختصارات سريعة للوصول الى اشهر مواقع الزكاية الاصطناعي او الاي اي اي زي الشات جي بيتين جيميناي وكوبايلوت وغيره من هذه الامور بما في ذلك ايضا لو رجعنا الى صفحة التخصيص ممكن انك تضيف ايكونة او اختصار للملاحظات او المهام لو فعلت هذا الخيار هتلاقي ان تم اضافة ايكونة هنا لتو دو لست ايكونة خاصة بالمهام لو محتاج انك تضيف مهام بشكل سريع بما في ذلك هيكون في عندك اختصار لشبكة تطبيقات جوجل ايب لو انك فعلت هذا الخيار فهتلاقي هنا عندك شبكة تطبيقات جوجل طبعا تقدر توصل لها بشكل طبيعي جدا بما في ذلك بيكون في عندك خيار للتعديل على السعي يعني ممكن تخليها بدل هذا الشكل الى الديجيتال تشغل هذا الخيار وتفعل خيار 12 ساعة بعد ذلك هتلاقي زي ما انكم شايفين ان الساعة بقت بهذا الشكل طبعا تقدر انك تسيب او تختار الشكل المناسب لك بعد ذلك بيكون في عندك هذا الخيار والخيار اللي بعده ده متعلق هنا بالصفحة الرئيسية بالتحية مثلا في المساء جود ايفنينج وما الى ذلك من هذه الامور وايضا لو محتاج انك تضيف نص ثابت يكون معاك على الصفحة الرئيسية هنا تسويتش تو فيرهن هايت لو محتاج انك تغير درجة الحرارة من الدرجة المقوية الى الفيرهن هايت طبعا هنوضح لحضراتكم دلوقتي لان فيه هنا قسم خاص بالتاقس هنوضح لحضراتكم دلوقتي الكيفية اضافته طبعا لو انه ما ظهرش معاك بشكل تلقائي بعد تثبيت الاضافة فهوضح لك دلوقتي ازاي انك تضيفه هنرجع هنا الى قائمة التخصيص بعد ذلك بيكون في عندك طبعا البحث اللي موجود على الصفحة الرئيسية لو محتاج انك تخفي المايكروفون في عندك خيار هنا لاخفاء المايكروفون ايضا في هذا الخيار اقتباسات تحفيزية او جمل تحفيزية تقريبا هتظهر معاك بهذا الشكل على الصفحة الرئيسية لكن من خلال هذا الخيار تقدر انك تعطله لو انك مش محتاج ومعاك على الصفحة الرئيسية تقدر انك تعطله بما في ذلك هنا اقتراحات البحث أو توصيات البحث لو محتاج توصيات للبحث تقدر أنك تفاعل هذا الخيار بما في ذلك هنا بالنسبة لخيار التقس أو بطاقات التقس اللي موجودة عندك هنا على الصفحة الرئيسية لو ما ظهرتش معك بشكل افتراضي فاكتب في مربع البحث أو ممكن تستخدم مربع البحث ده هنكتب ياهو ووزر هتضغط عليه بعد ذلك اضغط على أول نتيجة بحث دي ثم بعد ذلك هنا في الصفحة الرئيسية ابتدي اضغط على change location بعد ذلك اكتب الدولة الخاصة بيك هنا في هذا المربع بعد ذلك هيتم البحث عنها أو استكشافها ثم خليها على الدرجة المئوية ثم بعد ذلك انسخ هذا الرابط أو المصار اللي موجود على الصفحة خدوا copy بعد ذلك ارجع إلى الصفحة دي ثم اضغط هنا على ايكونة التخصيص تعال هنا عند هذا الخيار المتعلق بالموقع ابتدي اضغط عليه وконترول وفيه السك المصار أو الموقع الخاص بيك واضغط على save وهتلاقي ان بيانات الطقس ظهرت معك الرطوبة الموقع ودرجة الحرارة تقدر انك تغيرها من الى الدرجة المئوية لو انك رجعت هنا وعطلت خيار الى الدرجة المئوية طبعا هتلاقي الخيار موجود وعمل اعادة تحميل للصفحة هتلاقي ان الدرجة زبطت معك او تمت تحول طبعا هذه الخيارات الخاصة بالطقس احيانا بتاخد بعض الوقت اعمل قعدة تشغيل مرة اخرى او refresh مرة اخرى هتلاقي ان البيانات ظهرت معك بشكل طبيعي جدا بعد ذلك هنا هتلاقي فيه عندك ايضا خيارات theme يعني لو محتاج انك تغير الشكل مثلا عندك مجموعة من الاشكال تقدر انك تغير بقى على حسب اللون اللي انك محتاجه او على حسب اللون اللي انك بترتاح فيه عندك هنا جميع الالوان وزي ما انكم شايفين ده الشكل النهائي للصفحة الرئيسية عندك على متصفحة طبعا شاكت جميل جدا وطبعا كل هذه الازرار تفاعلية كان المفروض فيه خيار هنا لان هذه الاداة كل شوية او كل فترة بيظهر لها خيارات جديدة كان المفروض ان كان فيه خيار هنا في المقدمة ظهر معايا في البداية من خلاله بتقدر انك تكبر او تصغر الايكونات دي ولكنه مختفي في الوقت الحالي بما في ذلك ايضا كان فيه هنا بعض محركات البحث بتكون ظهر هنا بحيث انك لو تستخدم مربع البحث ده تقدر تحدد محرك البحث اللي انك محتاجه لكن ايضا اختفت هذه العناصر ربما بعد عادة تشغيل وما الى ذلك كل هذه الامور ترجع معاك او تظهر معاك مرة اخرى لكن من حين الى اخر بتلاقي فيه خيارات اخرى تم اضافتها الى هذه الاداة وطبعا ده الشكل النهائي وطبعا من هنا تقدر تعمل انك تحذف كل التعديلات اللي انك اضافتها على الوجهة او على الصفحة الرئيسية وطبعا الامر مطهوط لك تقدر انك تعدل عليها او تخصصها زي ما انك عايز وطبعا لو انك حبيت انك تتراجع عن هذه التغيرات فمن الثلاث نقاط بعد ذلك من المتصفح اللي انك هتطبع عليها هذه التغيرات بعد ذلك هتلاقي الاضافة موجودة عندك اضغط على هتحذف الاداة وهترجع مرة اخرى الى الشكل الافتراضي للصفحة الرئيسية بس كده هارككم وده كل ما في الامر ما تنساش من دعم هذا الفيديو بلايك ولا عندك اي تعليق او اي صفصار اللي في التعليقات وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته